بعد يومين وجلستين خصصهم مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة اليمنية أصدر المجلس بياناً جديداً لكن بمضامين قديمة ذات القطاب الذي يعبر على الدوام عن أسف ينمو عن العجز وقلة الحيلة إذا أزمة تتفاقم على مختلف الصعود وخصوصاً في شقها الإنساني الذي فشلت فيه الأمم المتحدة ومنظمتها كما فشلت في الشق السياسي فالبنية التحتية تهدمت والعائلات تشتتت والتركيبة الاجتماعية تفككت المرحلة الصعبة ودقيقة ومع كل يوم يمر يخسر اليمن المزيد من أرواح أبنائه الأبرار البيان الجديد للمجلس وصف الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين إلى مساعدة وإغاثة مطالباً بعدم إعاقة وصول المساعدات في البيان أيضاً طالب المجلس كل الأطراف اليمنية باستئناف المحادثات في أسرع وقت دون شروط مسبقة وتنفيذ كامل للقرار 22-16 نفس الخطاب التعميمي الذي لا يشير للمسؤول عن عرقلة وصول المساعدات إلى المدن المحاصرة منذ أشهر ولا من الذي يجب عليه تطبيق القرار الأممي دون شروط مسبقة لا يزال يعرقل بها مسيرة البحث عن السلام المتعثر بعد جولتين من المباحثات لم يكن أحد ينتظر الكثير من هذه الجلسة بالنظر إلى التجارب السابقة مع جلسات المجلس خلال أيام الأزمة اليمنية التي طالت أكثر من اللازم جلسة وحيدة كانت تهم اليمنيين وهي تلك التي جاءت بالقرار 22-16 غير أنه لم يحدث شيء بعدها ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن فيما تستمر المنظمة الأممية في إرسال دعواتها المطالبة بتنفيذ القرار مع بقاء المخاطب مجهولا بعد أكثر من عام من الإنقلاب والحرب ترجمة نانسي قنقر